في خضم الثورة وهي على اعتاب شهرها الرابع يستهل ثوار تشرين صفحة جديدة من سفر التظاهرات بعد انتهاء مهلة الوطن التي حددها للاستجابة لمطالبهم كان الصوت عاليا بما يكفي لحسم كل الجدل واختصار كل المطالب بهدف واحد اسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة لينال العراقيون حياة يستحقونها عقب المآسي المتتالية في عراقي ما بعد الاحتلال أولى خطوات التصعيد الثوري السلمي كان إغلاق الطرق الرئيسية ردا على التعنت الحكومي إزاء التظاهرات فعلى ما يبدو أن أصوات آلاف العراقيين في الساحات وهم ينادون بالوطن اعتادت عليها الطبقة السياسية فصار لزاما تصعيد جديد بغداد النجف ذقار البصرة كربلاء ميسان القادسية وغيرها تلاحقت المحافظات والمدن اتباعا بالتصعيد وعلى قلب رجل واحد لاستعادة العراق من القوى السياسية الفاسدة ولأن الميليشيات ابنة الحكومة ورائيتها فقد تشابهت اتهامات الطرفين للثوار تارة بالتبعية للخارج وأخرى بالتخريب فقد خول مجلس الأمن الوطني القوات الحكومية باعتقال المتظاهرين الذين يقطعون الطرق التهديد الحكومي جاء واضحا بحديث ناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم خلف عن أوامر باعتقال المتظاهرين الذين يحاولون قطع الشوارع بانتهاك واضح للقانون الدولي الذي ينص على حقية المتظاهرين بالقطع الجزئي للطرق كتعبير مشروع عن الرأي على ما يبدو فإن المتظاهرين غدا تمهلتهم قد وصلوا إلى نقطة لا عودة مع العملية السياسية وأحزابها وعلى الضفة الأخرى ما تزال السلطة تدور حول نفسها سواء باختيار رئيس الحكومة أو حتى معالجة الأزمات أزمات لا تحل إلا بإسقاط نظام وبهذا صدح ثوار تشرين من اليوم الأول للثورة سواء باختيار رئيس الحكومة